اشتركوا في القناة وصل معالي القائد العام لقوات دفاع البحرين لهم تحيات حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعى كما شكرهم على مشاركتهم في هذا التمرين المشترك متمنيا معاليه لهم التوفيق في تنفيذ مختلف مراحل التمرين المشترك حمد واحد والذي يعتبر من أكبر التمرين التي تنفذها قوة دفاع البحرين مع القوات المسلحة المصرية والتي تهدف إلى تعزيز الروابط التاريخية الأخوية المتميزة بين البلدين وتعميق العلاقات الأخوية الوثيقة التي تجمع بين الدول العربية الشقيقة والتي من شأنها دعم العمل العربي المشترك ضمن إطار دعم التعاون العسكرية الثنائي بين البلدين الشقيقين ترجمة نانسي قنقر